بعد هذا التوصيف وبعد أن نشوفنا أنه رئيس الجمهورية تقريباً هو السلطان هو اللي فيديه تقريباً كل السلطات وكل الصلاحيات اليوم هل نحن فعلاً أمام الجمهورية ينص عليها أحد فصول الدستور يقول تونس دولة ذات سيادة النظاء الجمهورية نظامها نحن الآن أمام جمهورية بمعايير الجمهورية وبمبادئ الجمهورية التي نعرفها إذن الجمهورية بالمعنى الدستوري والسياسي غير موجودة أنا أقول أن الجمهورية فهى الحقوق والحريات وفيها التداول السلمي على السلطة عبر الانتخابات ما يخيفني هو انتخابات المجلس التشريعي هل ستبقى الانتخابات بخلاف انتخابات رئيس الجمهورية إذن اليوم نحن نفتح نوافذ نحو الاستبداد نحو التسلط نحو الفردنا لنكون إذن متفائلين نحو الفردنا والشخصنا لكن الفردنا والشخصنا هي الأبواب والنوافذ المؤدية مباشرة والمحاور المؤدية أو المعابر المؤدية مباشرة إلى التسلطية يجب أن نقرأ التاريخ حسن النواية لا يصنع ديمقراطية لا أقول أن سوء النواية يصنعها ولكن حسن النواية المعبر عنها في الخطاب السياسي لا يصنع الديمقراطية ما يصنعها هو دستور ديمقراطي وما يحفظها هو دستور ناجع وما أراه ليس دستور ديمقراطيا وليس دستور ناجع إذن هذا الدستور يخيفك إذن كان مرة هذا دستور يخيفني هذا دستور أخافني ويخيفني وأدهى أن الخوف الشخصي ليس له معنى إذاء الخوف على الكيان وهو تونس وهو دولة والتونس لأنه في نهاية الأمر الجميع الجميع نحن أنت وسيد رئيس جمهورية الجميع زائلون ما سيبقى هو الدولة وما سيبقى هل أن هذا النص يخلي الدولة هي الدولة القادرة وهي الدولة المستقلة عفوا المستقرة المستقرة والقادرة والفاعلة والديمقراطية أم أننا سنذهب من جديد إلى منطق أن الديمقراطية تحتاج مخالبة وأنيابا فلا نحن قدرنا على إنتاج الديمقراطية ولا نحن استفدنا من المخالب والأنياب بتنمية أو باقتصاد مزدهر ومستدام هو على كل البعض يرى أن هذا الدستور هو دستور قيس السعيد وسينتهي بانتهاء قيس السعيد سواء كان انتهاء قانونيا أو دستوريا أو انتخابيا على كل نخلي لكلمة أخيرة أستاذ الآن اليوم أنا أقول أنه مازلنا نضيع الفرص وأنه بخطع النظر على كل تقييمات كنت أعتبر للحظة أنه حدث 25 جويلة كان يمكن أن يصنع لحظة جديدة لأنه أزمة كانت موجودة وأنه كان لرئيس الجمهورية الفرص أن يحولها من إجماع شعبي إلى إجماع سياسي وإجماع مؤسساتي رئيس الجمهورية إذن اختار تصورا مختلفا هذا التصور المختلف اليوم يطرح إذن إشكالات المستقبل ومدى وضوح المستقبل ومدى إمكانية خروجنا من التحديات المطروحة اليوم اللي هو التحدي الاقتصادي والمعيشي اليوم مصير هذا النص سيكون فيه المحدد الاقتصادي سيكون فيه إلى حد ما المحدد الشعبوي وليس الشعبي ثم المحدد الإقليم هل نحن بحاجة إلى كل هذا عوض التراجع خطوة ومد اليد للجميع أظن أنه التاريخ يعلمنا ولكن هل أننا نتعلم هل من المدكر نعم شكرا لك أستاذ عبد الرزاق المختار على كل ما فتني